ما حكم لباس البنطال العريض تحت المانطو إن كان المانطو ليس طويلا كفاية اعلمي يا ابنتي أن واجب المرأة الستر والستر أجمع العلماء على أنه المرأة تستر نفسها جميعا ما عدى الوجه والكفين اختلفوا في الوجه والكفين فمن المذاهب الفقهية من تقول بستر الوجه والكفين ومنها من تقول بعدم سترهما إذا أمنت الفتنة والشهوة فكلها اتفقات على أن الستر لكامل البدن مع عدى الوجه والكفين والاختلاف في الوجه والكفين وإذا قلنا ستر فلا بد أن يكون الساتر يخفي اللون ويخفي الحجم فإذا أظهر اللون أو أظهر الحجم لا يعتبر ساترا فإذا كان على ما تقولين البنطال عريضا بحيث يظهر كأنه ثوب كأنه عفوا يعني تنورة عريضة وهو يتماها مع هذا المنطو الله أعلم يكون جائزا وإذا لم تطمئني لهذا الأمر فليكن هذا الثوب الذي ترتدينه الذي نسميه في الشام المنطو واصلا إلى الكعبين والله أعلم ترجمة نانسي قنقر